السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم هنتكلم دلوقتي عن خبر عاجل ومهم منحة شيخ الازهر 2023 هتصرف مع شهر رمضان المبارك هنعرف قيمتها ومعاد الصرف بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوك كل الفيديوهات الجديدة منحة شيخ الازهر الشريف 2023 طبعا في بحث كبير جدا عليها واعتمد الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر قرار جديد بصرف منحة مالية لجميع العاملين داخل قطاعات مشيخت الازهر رسميا باستثناء جمعة الازهر بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك اللي بيسأل كتير جدا عن قيمتها وكمان معاد صرفها جميع موظفين مشيخت الازهر الشريف بيسألوا عن منحة شيخ الازهر اللي بوافق عليها الدكتور احمد الطيب تحت بند رقم 3 مكافئة الامتحانات بالباب الاول بموزنة الازهر الشريف للعام 2022-2023 لكافة العاملين بالمناطق الازهرية والادارات التعليمية والمعاهد الازهرية وتأتي هذه المنحة نظرا لما تحقق من انضباط من العاملين وجهود مبزولة في انهاء اعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول وتحقيق ايجابيات ومنع ظاهرة الغش بالنسبة لقيمة منحة شيخ الازهر اكد من خلال بيان رسمي لي اني هتصل قيمة منحة شيخ الازهر 2023 لـ 1200 جنيه هيتم تقديمها للعاملين قبل شهر رمضان على ان يتم تقديم المنحة لجميع الافراد العاملين في قطاعات الازهر الشريف باستثناء جامعة الازهر في الوقت نفسه اعلنت وزارة الاوقاف ايضا صرف مكافئات جهود غير عادية بحد اقصى 800 جنيه للعاملين بالمدريات والدوان العام ودوت وفقا للضوابط اللي ارسلتها للمدريات المعتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة وضحت ان هيتم صرف المنحة مع بداية شهر رمضان المبارك واكد كمان رئيس جامعة الازهر على انه هيصرف مكافئة قيمتها 1000 جنيه للعاملين بالجمعة والجهات الادارية التابعة لها بمناسبة شهر رمضان المبارك بالنسبة لموعد صرف منحة شيخ الازهر رغم اقرار صرف منحة شيخ الازهر هيكون خلال شهر رمضان الفضيل انه لم يتم الاعلام بشكل رسمي عن المعاد خلال الشهر لصرف منحة شيخ الازهر وطبعا بالنسبة لموعد شهر رمضان هيتستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك يوم السلساء الموافق 21 مارس الجاري و29 شعبان لعام 1444 هجريا يبقى احنا كده اتكلمنا عن منحة شيخ الازهر ومنحة وزارة الاوقاف ومنحة جامعة الازهر 3 منح جديدة عرفنا تفاصيل كل منحة وبردو لو فيه اي اخبار جديدة هتعرفوها هنا في القناة وتابعوني باستمرار وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوك كل فيديوهاتنا الجديدة والاخبار بشكل سريع وحصري شوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة شكرا للمشاهدة